موسى جماعة موضوع خالد الدوساري السعودي ده حرق لدمي حرفياً لكن أنا فكرت فيه بزاوية تانية أولاً ده توصيفه اغتيال علمي واضح جداً إنه شاب نبغة في العلوم زي ما اغتيله ساميرا موسى حيال مشاد علم العراق وعندي فيديو على الصفحة في علم من السعودية ولبنان والأردن ومصر ودول كتير تم اغتيالهم خالد الدوساري بدل ما يقتله لف قوله هذه التهمة هو شاب نبغة موليد 1990 راح يدرس في 2008 مجتهد جداً في العلوم وخاصة الكيمياء وحطه ألف خط تحت كيمياء دخل جامعة تيكساس في 2011 بيعملوا مشاريع تخرج الولد نبغة جداً طبعاً هم بيتابعوا وبيشوفوا الشخصيات ديت بعد يجيب بعض المواد الكيميائية لزوم الدراسة والتركيبات الجديدة إيه اللي بيعملها عشان يعني ياخد إجازة كويسة وياخد درجة كويسة بعت لموقع على الإنترنت الناس كلها بتشتري منه ومواد مفرطة يعني ما كونش يعني عنصر نقدر نقول إنه هو متفجرات زي ما قالوا طبعاً هم بيتجسسوا بالتليفون الـ FBI جات لهم إخبارية فلان اشترى مواد كيميائية مسكوا وجهوا له تهمة احتمالية نيته في إنه هو يفجر مقر جورج بوش ومقر طاقة نووية عنده احتمالية إذ ربما يكون بفكر طبعاً لقاها مش ركبة راحوا موجهين له تهمة حيازة أسلحة ضمار شامل حلوة صلاة النبي إن شاء الله ضمار شامل طبعاً لم يثبته التهمة لم يثبته إنه هو في جماعات هو فرد لوحده يعني يعين أمه بيدرس بيجتهد بس ورد نبغى وعقل علمي قالك يعني يروح العالم العربي يبقى عالم كبير ويطلع علماء والعالم العربي ده يبقى في علماء لا إحنا نقصه من الأول من البداية كده محدش ود ولاده بقى أمريكا جماعة تفعيل هاشتاج الحرية لخالد الدوسري مقاطعة في المنتجات الأمريكية لحين خروج خالد الدوسري من سجون أمريكا الظلم الأمريكي وحسب يلا ونعم الوكيل أنا الموضوع ده والله لسه عرفاء قريب جدا كان في 2011 محدش